في اللقاءات المتكررة اللي بيننا اللي بقت يعني ان شاء الله بنحاول نخليها بشكل شبه ياوي وان شاء الله يكون فيها الخير والنفع ان شاء الله لمرضانا اللي بحبهم جدا وببقى سعيد جدا بتعليقاتهم وطلباتهم احد اهم المواضيع اللي اتطلبت مني يمكن من حبيبنا مرضى السكر كزا مرة وخليتني ابقى حريص ان انا اتكلم عليها لان هي فعلا مشكلة كبيرة بتواجههم وهي مشكلة ضعف الانتصاب المصاحب لمرض السكر اللي البعض بيفسروا على انه ضعف جنسي وعايزين يفرق في مرض السكر بين حاجتين ممكن يحصلوا اول حاجة هو مرض ضعف الانتصاب وده اللي انا النهاردة جاي اركز عليه ان العضو ما بينتصبش او بينتصب فترة صغيرة وبين مرض ان لا القصف بيبقى قصف للخلف او ما بيحصلش قصف وبين حاجة ثالثة وهي عدم وجود الرغبة اساسا يبقى دي امراض مختلفة قد تجتمع في مناء ادم واحد وقد لا تجتمع هتكلم النهاردة اهم حاجة عندي عن موضوع ضعف الانتصاب في مريض السكر طب مريض السكر ليه بيجيله ضعف الانتصاب السكر بيعمل ايه وبالتاني يؤدي الى ضعف الانتصاب معلش حاول اشرح القصة بطريقة سهلة وميسرة لان ان شاء الله حيكون فيها نفع كبير قوي على مرضانا اول حاجة السكر بيأثر على انتصاب في ايه اول حاجة الغزاء الغزاء مريض السكر انا بمنعه من السكريات والسكريات دي مصدر للطاقة والطاقة هي اللي بتخلي البناء ادم عايز يقبل على هذه الرغبة الجنسية حتى الرسول السلم قال ايه من استطاع منكم الباقتة فل يتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء يبقى انا لما بمنع عن العيان السكريات انا بحدي شوية من رغبته فده ممكن يؤدي الى ان الانتصاب يقل او يبقى فيه شوية ضعف كده بس خد بالك انا مناعتش عنه البروتين ولا مناعت عنه المعادن ودي بتبقى غلطة وحنقولها الوقت نمر كنين بعض الادوية اللي بتعالج امراض مصحبة للسكر بتؤدي الى ضعف الانتصاب يعني مش ادوية السكر اللي بتؤدي الى ضعف الانتصاب خالص لا ده ادوية مصحبة ادوية بتعالج امراض مصحبة زي ايه مثلا زي مرض ارتفاع ضغط الدم بعض الادوية اللي بتعالجه زي مضادات مستقبلات البيتا او بعض مضادات مستقبلات الفا بتؤدي الى الانتصاب يبقى ضعيف فلو الان عنده ضغط وسكر السكر اللي واحده مقصر والضغط كمان ادويته مقصرة بتبقى قصة اعنف بكتير نمر ثلاثة التوتر والقلق او عايز احط تحتها مية الف خط التوتر والقلق انا عارف ان السكر هيعمل لي مشكلة وبالتالي ما بيحصلش خدوا بالكم خدوا بالكم افتكر كده ايول ما تجوزت لما كنت لسه الآن من القصة وبتسمع وبتاع تلاقي اول كام يوم الانتصاب مش سليم في الجواز افتكر كده من عشرين سنة فاته الانتصاب مكانش سليم وكان فيه مشاكل فيه ولا البرتنر او الشريك كان عارف يعمل ايه ولا انت عارف تعمل ايه وبالتالي الدنيا كانت ذيك جدا لما تلاقي نفسك خلاص وخصوصا قبل اول حمل للسيدات بيبقى لسه الراجل يعني مش عارف هو شغال صح شغال غلط وبعد كده خلاص في القصة بتبقى قصة لذيذة وبتبقى خلاص خدت عليها زي السواق كده في اولها اذا التوتر والقلق اللي يخاف من عفريت يطلع له انت عارف ان ادوية السكر او ان مرض السكر بيقصر على النصاب فبيحصلش الانتصاب الانتصاب ده عايز مزاج عايز واحد رايب عايز واحد فاضي وبالتالي انت لما تقلق وتتوتر لن يحدث هذا الانتصاب وهتبقى مشكلة كبيرة جدا اوكي؟ بعد كده الشعور بالتعب الشعور بالتعب اه المرضى اللي بيقى سكره مزبوط على الشعر قوي لدرجة ان بيجي له اتاكسو خايبو جليسينيا يعني سكره بيقع ده الانتصاب فيه بتبقى مش اوي ليه؟ لان الانتصاب قولنا عايز سكريات وعايز طاقة وعايز 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 فالخمول والتعب لو عنيف ممكن يعملنا القصة ديه وعلى النقيد بقى المرضى لسكرهم معدي اوي وحقول لكم بقى سببها ايه فيه بس برضو لو سكرك معدي اوي 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 لدرجة ان انت داخل على مقابل غيبوبة غيبوبة سكر او يعني بدأت الحمضية تزيد طبعا هيفقى الموضوع صعب جدا 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 اوكي؟ بعد كده والمهمة اوي 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 التهاب الاعصاب المتسبب في مرض السكر احنا عارفين ان الانتصاب هو عملية ليست يعني يدوية او عملية ليست فولانتري او يعني تحت امريتك وهو بيحدث بطريقة احوية لما يبقى فيه استثار ومسؤول عنه الجهاز العصبي السنبساوي والبراسنبساوي يعمل الانتصاب والسنبساوي يعمل القصف المشكلة ان التهاب الاعصاب يحدث في مريض السكر نتيجة عدم انضبط السكر وبالتالي يؤثر على الاعصاب الحسية والاعصاب الاوتوناميك اللي هي الجهاز العصبي الا ارادي اللي هو جزء منه سنبساوي وبالتالي يبقى الاعصاب دي مش حاسة ومش قادرة تعمل انتصاب ولا قادرة تعمل قصف وده يحدث في مرض السكر الغير منضبطين لسنوات وده المشكلة بقى الكبيرة قوي ان لو مرض السكر غير مضبط لسنوات وكل الاسباب اللي قلناها فوق دي غزاء حالوه بس انت غير منضبط وبالتالي مفيش احساس في العضو نفسه وبالتالي مفيش استثار حتى بالحاجات المادية نمر اثنين كمان الجهاز العصبي يساوي مش قادرين لا يعملوا تصاب ولا قادرين يعملوا قصف وبالتالي الدنيا صعبة جدا حاجة كمان مهمة قوي 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 نمر اثنين نمر اثنين قلة تدفق الدم احنا عارفين ان فيه سلاسي مرعب وهو مرض السكر والدهون وتصلب الشرائي السكر يبوز الدهون والدهون يتصلب شرائين وتصلب الشرائين يسديلي الشرائين سواء الشرائين القلبية شرائين عينك شرائين رجلك وشرايين الاعضاء التناسلية وبالتالي لن يحدث انتصاب لان الانتصاب ما هو الا ان الدم يتدفق في العضو وبالتالي يتنفخ فيحدث انتصاب ويبدأ كمان يتقفل على الدم اللي جيده بحيث انه يبقى الانتصاب ممتند او مستمر وبعض الدم اللي جاي مفيش انتصاب وكمان الاعصاب مش عارفة تمسك العضو وبالتالي لن يحدث الانتصاب ولن يكتمل الانتصاب يبقى وجود قلة افتداد فوق الدم دي مشكلة كبيرة جدا 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 اتفقنا 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 يبقى في السيدات يبقى فارق اتفقنا اتفقنا خلاص في حلول بس مش حلول سليمة اتفقنا اتفقنا لازم نزبق سكرنا على طول نمرة اتفقنا الطعام الصحي الطعام الصحي لازم طعامك يبقى فيه بروتينات كتير فيه معادن كتير فيه فيتامينات كتير يعني فاكهة الفاكهة المسموحة اللي قولنا اليسل والبرتقال والتفاح والجوافة والكمترة والفراولة رمات كتن دي حاجات كويسة تساعدنا ما تضرناش ولازم ما نكتسبش دهون ما نزيدش في الوزن خصوان الناس تاخد انسولين فيبدأ بقى يتكون دهون فوق العنى والجماعة يبقى صعبة والدنيا اصلا بايزة والعضوه مش بارز يعني حاجة بتبقى صعبة جدا يبقى اذا ما نكتسبش دهون نمرة اتنين التفكير الايجابي والبعد عن مصادر القلق انسى خالص انسى قصة الجماع انسى قصة الجماع انسى قصة النصاب صعب انسى 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 وعيش حياتك عادي عيش حياتك عادي مارس القصة دي مع زوجتك الصبح وانسى قصة والدنيا نهار وانت بصحتك ما تجيش بقى بالليل وانت رجع من 10 ساعات شغل وخايف اصلا من القصة وعارف انه مش هتحصل وهو الخميس وبتاع واخناقه طب انت مش هيحصل مش هيحصل ومشي اربع ساعات للبيت لان ما تلاقيتش مواصلة طبعا اعمل لك ايه لا دي عايزة واحد رهيئ الصبح الصبح يا جماعة القصة دي احسن الصبح في يوم اجازة كده مش الجمعة عشان ما يبقاش فيه صلاة وبرحيتنا والدنيا بيس ومفكرش وتفكيري يبقى عالي اوي 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 والدنيا تيمش ان شاء الله زي الفل اوكي؟ طيب بالنسبة بقى للسيدات نعالج الجفاف المهبلي بكريمات ومرطبات وحاجات كدة تكاترت الناس عبداها وتثبطي سكري اي التهابات موجودا عالجها اي حكة موجودا عالجها مضادات الفطريات دي ما تتقطعش عن حضرتك سواء اللبوس او سواء الان الكابسولات على حسب رؤية الطبيب على حسب رؤية الطبيب ادوية الضغط اللي بتعمل مشاكل في الانتصاب يمكن ان انا ارجعها شوية او استخدمها بجرعات صغيرة ودي بقى لعبة الدكتور معاك ما تخجلش انك تقول للدكتور بتاعك القصة مش ماشية حاول معايا والله بتاخد بيتابلوكر عالي انزلك جرعته شوية كونكور بقى والبيسوبرولول والكارفيت ها كل الادوية دي ننزل بها شوية ونعلى بادوية تانية ومتقصرش على العملية الجنسية خاصة فاهمين يا جماعة؟ والله الالفا بلوكرز مثلا الكاردورا واخوتها لا بلاش منها من ادوية محبزة لنا في مرضى السكر ولا حتى مرضى الضغط ولا قلتها احسن وبالتالي يمكن لما تقول للدكتور انه هو يستخدم ادوية امنة والدنيا تبقى احسن معاك وتعدي شوية شوية اوكي؟ فيه تغيرات بقى في عادتك لازم تعمل يعني تدخين لا وحقول لك التدخين بيبهد الابتصة نمرة اثنين قل نبعد عن القلق نمرة ثلاثة كحوليات تخيل الكحوليات دي سيئة جدا خدوا بالك يا جماعة عشان الناس المتخيلين للمخدرات بتعمل ايه؟ مخدرات بتعملك حاجة اسمها هلوسينيشن يعني ايه؟ هلوسة وبالتالي بتحس ان انت انا جدع وانا اللي عملت وانا اللي سويت وانا اللي طولت وانا اللي عملت لا يا حبيبي والله ده انت مفيش خالص ده انت محصلش انتصاد اصلا امال ده ايه؟ ده هلاوس اللي هو انا سبع البرومبة وانا اكبر واحد عارف امتى بقى القصة دي تحقق لما كمان تدي للبرتنر بتاعك نفس الزفت اللي انت بتشربه وبالتالي هي كمان تهلوس فيبقى اللي اتنين بيهلوسوا على بعض فاهمني؟ لا دي حاسة ولا دي حاسس والدنيا ايه؟ ماش ياكد لكن لو انت لوحدك لا اسأل كده برطنر بتاعك بينك وبينه حتلاقي ان مفيش لا ده انت بتاخد الرباب البتاع ده ببقاش فيه خالص لانه فعلا هو بيهبط الدنيا وبالتالي ما تقوليش انا باشرب كحولة او باشرب اي مخدرات وابقى فل لا يا حبيبي دي هلاوس دي هلاوس تخيل بقى ان الرياضة بتساعد الرياضة هتقللك الوزن وبالتالي مش هيتكون الدهون اللي فوق العانة اللي بتخلي العضو يصغر هتقللك حجم البطل وبالتالي حركة تبقى اسهل هتزودلك القدرة الجنسية هتعلي نسبة انصاص الفيتامينات في جسمك هتحسن الموت بتاعك وتمنع القلق والتوتر ما تتخيلش المشي يا جماعة بيعمل ايه المشي مش بس بيخليك تخص لا المشي بيرفع الموت بيزود دوبامين والسريتونين في جسمك وبالتالي بيرفع الموت ويساهم جدا 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 في الموضوع ده طب التدخين بقى خطورته ايه عشان انا عايز اركز فيه قوي التدخين ليه بتقول لي اقلع عن التدخين مش بس بيخلي ريحة الفم وحشه وبالتالي البرتنر مش مبسوط ارفان نمرة اثنين هو نفسه بيقلن الرغبة الجنسية عن طريق ان هو بيقلل حاجة اسمها النيتريك اوكسايد والنيتريك اوكسايد ده هو اللي اصلا الفياجرا وادوية الانتصاب بتشتغل بيه فانت حضرتك بتاخد حاجة ضد دول الانتصاب دايريكت وبالتالي مفيش انتصاب نمرة ثلاثة هو احد اهم عوامل تصلب الشرايين التدخين ده وبالتالي طباما في تصلب شرايين مفيش اصلا انتصاب اضف الى ذلك بقلعب المادي الرهيب اللي حضرتك بتفكر فيه اصلا انا بجيب خمسين وستين جنيسة جاير في اليوم يعني ب الف وتوانونين جنيسة جاير في الشهر واصلا مفيش فلوس طب فين الانتصاب فين الليلة دي كلها من الضغوط دي كلها وبالتالي مفيش تدخين النهاردة خلاص عايز تبقى شكلك حلوة كده ومالي مركزك ما تدخنشي ولا تشرب مخدرات ولا تشرب كحليات كل دي حاجات بالدهد للدنيا اضف الى ذلك السكر اللي عنده حمريتك اوكي طيب نيجي بقى للأدوية نيجي للأدوية طبعا موضوع الأدوية ده بينقسم للشقين شق دوائي بحث ودي عخرات طبعا معروفة اهمها على وجه اللي مفيش خالص مفيش مقارنة هي الفياجرا اللي هو السلد نفيل واخواته اللي ينفذ في دايستريز سواء سلد نفيل تلد نفيل افا نفيل فلد نفيل كل دي أدوية عظيمة جدا 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 حققت مبيعات مهولة في العالم وعملت ثورة طبية رهيبة يعني من الأدوية اللي قومت اقتصاديات دول وحققت طموحات شعوب من يدرش ننكر أدوية عظيمة جدا 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 وحتفرد بيها الوقتي وحتكلم عنها شوية بس ده خلاص ده الدول فيه أدوية بتخليل النصاب أطول شوية زي مثلا لو النصاب بيقع مرة واحدة ممكن ناخد جرعة من الترامدول بسيطة جدا تحت شرف طبية من أجل ان لو النصاب والقصف بيحصل بدري لكن دي شخصي السكر مش كل مرضى السكر بس لو فيه قصف بدري لا ترامدول بي أخر فيه مادة الدابوكسيتين بردو دي بتؤدي لان هي تطول اللي مش هتخلقين صعبه لكن بتطول الفترة لو فين تصوه قصف سريع اللي هو البريماتيور ايجافيوليشن او القصف السريع لكن أساس القصف فين في السلدنة فيه واخواته طب اللي يجرأ السالس واع نمرة اثنين فيه لبوس بيتحط جوال القضيب يوسع الشرايين اللي جواه وبالتالي يعمل دي بيستخدم مرة قبل الانتصاب نمرة ثلاثة فيه حلقة بتحطى عند البيز بتاع القضيب او الحتة اللي متصلة بالجسم على طول بحيث انها تقفل على الدم بحيث ان الدم يفضل أطول فترة جوه القضيب بحيث ان هو يفضل منتصب فيه كمان الجهاز تفريغي انقباضي كده بيتملك فيه بقى زراعة قضيب قابل للنفخ زراعة قضيب قابل للنفخ وفيه دعانات بتركب permanent يعني القابل للنفخ ده بيتنفخ ويتفضل لكي فيه دعانات بتركب permanent يبقى على طول القضيب منتصب بيبقى جميل قوي بس سعيبه الحركة فيه بتبقى صعب يبقى الحاجات لاما بركب processes او حاجات اجهزة تعوضية او ان باخد ادوية طب نتكلم شوية عن عشان نختم بيها بس نتكلم عن يعني حقائق عن الفياجرا اما طلعت عملت ايه في العالم لان ايه حقيقة يعني مسلية جدا 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 الفياجرا واخوتها دي حاجة اسمها فوسفو دايستريز انهابتور يعني تمنع انزيم اسمه فوسفو دايستريز بتعمله تصبيب طب لما تصبطوا الانزيم دا كان بيكسر حاجة اسمها السايكل جي ام بي فالسايكل جي ام بي دا يزيد في جسم طب السايكل جي ام بي دا طلع وزيته ايه وزيته ان هو بيوسع الشرايين فاول ما طلعت الفياجرا دي كانت طلع عشان هي تبقى داوة للضغط صراحة ودول شرايين القلب عملت مصايب اول حاجة لوطت الضغط عدل وجت على شرايين القلب وعملت تسارع شديد في ضربات القلب انت جي اشتكوا منها زيادة والشركة راح تسحبت داوة وعملت مصايب بس لاحظوا حاجة غريبة ايه في العينين اللي اخدوا اللي بياجرا انه جلوهم حتى كبار السن منهم لاحظوا انه حصلوهم انتصاب غير مرغوب حصلوهم انتصاب غير مرغوب فيه واشتكوا منه وبدأوا يتدايقوا والناس الكبر يعني قال لك ايه دا بعد ما شاكوا اتدايقوا جدا منه فالشركة بدأ اتفكر طلع انه هو بيزيد من اتساع الشرايين القلبية اي كلام الطرفية اي كلام لا دا شغال على شرايين العضو اكتر حاجة فقال لك بس خلاص دا الحل العظيم والمثالي لمرضى ضعف الانتصاب وردقوا ينزلوا الدواء لهذا الغرض وبجرعات مخصوصة وليس للضغط الدم ولا للشرايين التجاية والدواء اكتاح العالم وعمل درجة لك ان تعلم ان 60% من الامريكان يتعاطل 60% من الامريكان يتعاطل اوروبا 30% من الشعوب الاوروبية تتعاطل شرق الاوسط 10% من جعوب الشرق الاوسط تتعاطل بياجرا محبول حاجة ما بعدش يتعلمني السعودية الوحدها بتصرف اثنين مليار دولار سنويا على البياجرا السعودية اقو مكان مليون اصلا بيصرفوا اثنين مليار دولار سنويا على البياجرا وبالتالي يعني عامل ضجة رهيبة جدا محقق ارباح مهولة جدا دواء احنا عارفين مش محتاجة اقول اكتر من كده دواء عظيم جدا بس لومنوعات بعد اذنك ما تاخدوش انت كمانيت سكر غير تحت اشراف طبي بمعنى ما يتخدش مع ضغط ضم من خفض ما يتخدش كماردة شرعين تجاية لانه انه بيصرع القلب ويزود المشكلة اللي فيه اكتر وممكن يجيب قلم في الصدر وبتبان لكم في التمثيليات مش عارف واخدين بلكم انها التمثيليات اللي تلاقيه رجل كبير في السن وتتجوز وبتاع فجأة قلب ويتعب والحجس في الرعاية او بيبقى سببها انه هو تعاطى البيابرا ما اتخدش مع المرضى اللي بياخدوا ادويتهم اصلا نيتريت لان نيتريت شغال بنفس الطريق او بيعمل نفس القصة وبيعمل بقى يزود وضغط الدم ويزود مشكلة الضربات فما يتخدش مع مرضى الشرعين التجاية اللي بياخدين نيتريت او اي مرض تاني بياخد نيتريت اوكي للختم بس هقولها معلومة بسيطة الفياجرا النسائية هل هناك شيء اسمها فياجرا النسائية؟ هل هي السلدنافيل او الفلدنافيل او الكلام ده؟ انا نحاق القلع المادة اسمها فليبان سيرين اسمها ايه؟ فليبان سيرين مادة يمكن ما بقلهاش ثلاث سنين في السوق الاوروبي وما بقلهاش سنتين في السوق المصري احنا حلمين في السوق المصري نستورد معنا فلوس ما لاش اراحب لي اجرى ولا شغالها بنفس الطريقة وما لها ايه؟ هي مادة اشبه ما تكون برافعات المود اللي هي مضادات الاكتئاب يعني هي تزود الدومين في مخي وتزود نور ادرينامين في مخ السيدة او البنوط وتزود السيريتونين وبالتالي كل الترانسوميتر عندما تزود في مخي او في مخي الانسة تتبسط واحد عامل الانبساط الرغبة الجنسية عشان كده بقولك لازم تكون مبسوط عشان تحصل الرغبة الجنسية لا فعشان انا متنيل وتعبان وارفان وهم العيال وهم الفلوس وهم يا جمل وتقول لي رغبة جنسية عند السيدات او الرجال لا لازم تكون قصة براحة وبالتالي الفلبانسيرين تزود دوبامين وتزود نور ادرينامين وتزود جسم الانسة تبسط قوي وتفكر في الشهوة الجنسية شكرا جزينا لكم ارجو ان نكون وصلت الرسالة اللي عايز اقولها مريض السكر يزبط سكره يرجى على دكتور السكر الاول قبل ما يعمل اي حاجة وكان يزبط له سكره ويقول له ايه الادوية اللي ممكن دكتور الزكورة او دكتور المسالك يدهاله ورشدة الدكتور المسالك او الزكورة لازم تعرض على دكتور السكر وقبل ما يعمل عملية لازم لو هيعمل له بروسيسز اجازة عوضية لازم اقام على دكتور السكر ولازم انا اقول افرد انت سكرك مش مظبوط وهنحط بروسيسز حيجيلك الاتهابات حيجيلك مصايب لا لازم انا بقى معاك في القصة سعدت بلقائكم جدا محبكم دكتور اسامة طالب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة